مساء الخير كان مفروض يكون في معنا اتصال مع الأستاذ عبد الرحمن زواوي لنحكي عن الطقس بلبنان ولكن الهي أمنوا جاهز بعد معنا أهلا وسهلا بالأستاذ ربيع فران أهلا وسهلا بكي بمصور تماما ماذا خضة اللي عملتها؟ أي خضة بال هويدة مختفية إلى ستة شهر وشيء بعدين سنة قالوا بعدين تأكدت هالشيء من عند جنوع فغالي نعم وبين اي وبين لا وبين صحيح ومش صحيح وحضرتك قلت أنه تأخرت لحتى أعلنها شيء ما قصد سكوب لماذا أعلنت إذا ما قصدك سكوب؟ ما قصد سكوب لأنه في مواطنة إذا بدأت كعربية أو أمريكية مفقودة ونحنا من وجبنا كصحفيين لماذا خبيت الموضوع ستة شهر؟ حتى أتأكدوا لحتى أن بركة بركة كان لقيوة يعني كان هو بلش البحث تقريبا من خمس شهر على هوايدا هوايدا منسي بنت السيدة الكبيرة صباح اللي فقدت من شهر قبل ماضي 2017 بلوس أنجلس ونحن لا أحد نعرف عنها شيء للأسف أنا فقط من باب تصلية الضوء على إنسانة مفقودة بغض النظر عن هي مين؟ هي بالبداية هي إنسانة مفروض أن كلنا نعرف أيننا أو حالة الفقدان اللي صارت هي لأين بدأت توصل؟ فكيف إذا كانت بنت السيد الصباح؟ السيد الرحل الصباح؟ كيف عرفت الخبر أول شيء؟ عندي أنا مصادر بأميركا الخبر أبدا منه من بيروت ولا حدا أخبرني من بيروت أنا في عندي صديقات بأميركا وكيف عرفت اللقاء مع جانوف غالي وأكدت هذا الشيء؟ كيف صار اللقاء مع جانوف غالي وأكدت الأمر؟ زميلة إيمان إبراهيم بمجلة سيدتي بعد ما قريت الخبر عندي اتصلت بجانوف وقدرت تأخذ منها حديث أنا ما بعرف لجانوف ولا كلودة ما بعرف حدا أنا من رايبين صباح أنا بعرف كنت اتصل بجزاف غريب يبقى في السيد الصباح وجزاف غريب هول الوحيدين بما أن القصة مخصة أبدا ببيروت ومخصة بلبنان أنا كان مصدري أمريكي 100% وقدرت أنه صلت الدوع على هذا الموضوع تحديدا لحس أهله أو المسؤول عن هذه البنت أنه يخبر الشرطة الأمريكية لتعطي الجواب النهائي بشأن هويدا منسي ستة شهر إلى مخصية هويدا منسي ابنة الشحرورة صباح وستة شهر ما بلغوا السلطات ما بلغوا السلطات اعتمد الدكتور صباح ابن السيدة صباح اللي هو أخوها غير الشقيق لهوايدا اعتمد على الجمعيات الأهلية وعلى الكنيس لأنه دائما كانت هي هويدا لما تعصب أو لما بدأ تختفت ترجع للكنيس أو للجمعيات الأهلية فبعد لهلأ ملأيوا ربيع كلودا معنا على الهوى عم بيقولوا لي محب تطلع مباشرة بس ياريت نعرف أو تسأليها أمل ليه ما بدهم يعلنوا أن هويدا مختفية إلى ستة شهر وليه ما بلغوا السلطات الأمريكية أن هويدا مختفية بانتظار جواب إذا ما عودوا يطلع صوته على الهوى بيكون تقولوا تحت الهوى أنه جاوبت كذا كذا كلودا مساء الخير حضرتك صورتي على الهوى ليه ما بدأ تطلع حكيت كثير وبالزيادة بس شو حكيت كثير وبالزيادة ما قالت إذا مختفية مختفية ولا مش مختفية طيب ربيع أنا وأنت لها نسمع ونسمع المشاهدين جربنا نتواصل مع جانوف غالي أيضا حتى يكون في عنا إلا مداخلة ردت بواتس أب نسمع وأنا وياكم المشاهدين نعم نعم موسيقى 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 خلاص اللي حتيته وقلته إن شاء الله نلاقيه على خير يا رب مسيقى موسيقى موسيقى قالت لموقع النشرة لموقع النشرة أنه لا دكتور صباح يتواصل معه وهالكلام هذا ليس صحيح وجنوها يتأكد أنه نعم مختفية. لماذا يعملوا هكذا؟ لا أعرف أنه يعني كلهم مع احترام وجربنا على فكرة ربيع نحصل على رقم دكتور صباح نحكي معه يعني نحن طرعين مباشرة معنا أميركا بحسب معرفة أنه يعتبروا عيب لكن العيب هو ما يكون بفقدين لأننا بالعالم العربي تحديدا أنه لا يريد أن يحكوا عن أنه ضائعة أو مفؤودة بما أنه هي بما تمثلوا أنه هي بنت صباح هذا اللي استشفيته من خلال أربعة شهر مفاوضات وأنه بنحكي وما بنحكي وكذا 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 أنا حسيت أنه إيهانة بس الإيهانة ما تكون هنا إيهانة اللي حكيته جانو أنا بعتبره اللي حكيته جانو بموقع سيدتي وقالت أنه البنت رجل تتعطى مخدرات أنا برأيي كان هذا المعيب وهو يبدو أنه تخزر أولاد الخلاة بين بعض مع الشقيق مع الأخ الأكبر لهويدا بأمريكا هو اللي عم بيخلي هيدا المعمع تكبر وتسير نحن ما بدنا شيء نحن ما بدنا شيء نحن ما بدنا شيء نحن ما بدنا شيء ما بيعنينا شيء الموضوع أبدا إلا نعرف مصير هيدا البنت اللي هي بالنسبة لأكتار من الشباب أو العالم العربي كانت لفترة آيكون أن على صعيد سينمائي أو على صعيد غنائي وكان ممكن هويدا تكون أهم فنانة استعراضية لو كفت بسير للأسف اعتزلت بآخر الثمانينات وما كفت وما دخل يعني ما كفت فن بالنسبة لهول العالم بالنسبة لفانز هويدا بالنسبة لإلا كإنسانة بالنحية الأولى مفروض أنه نعرف مصيره بس نحن مش طالبين أكتر وأنا نشدت عبر تويتر تبعي قلت أنه مطلوبة وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية اللبنانية أنه كمان يسألوا عن مواطنة بتملك الجنسيتان بتملك إضافة إلى جنسية الأمريكية أنه المفروض نسأل عنها نحن كمواطنة عربية يا أختي يعني ما أنا أكتر أنه نعرف مصيره يعني حتى أنا كتبت على الفيسبوك قلت أنه بغض النظر عن كل شيء نحكى بين أولاد الخالات قلت لو صباح موجودة كانت سرخت على صوتها جيبوا لي بنتي ما في شيء أعمق من اللي أنا عم بقوله نحن نطالب بكشف مصير مواطنة عربية هو بس إذا بدنا نطلب لأنه بنتي للشحرورة لا لا هي إنسانة بالنهالية لأنه كان فيه وما زالت قصتها غامضة صبية من بيت عطوي بكندا أيضا اختفت من كم شهر وعرف إذا أتبعتها وإلى شيء شهر شهرين وعملوا له صفحات على الفيسبوك وعم يفتشوا عليها والبوليس عم يفتش عليها وطلبوا من الداخلية بلبنان تدخل رأيت إلى أنه إذا هي مواطنة كندية والسلطات الكندية ما عم بتلالي لبنان مثل ما عاتوا الأصولية أمريكية بشأنه هذا لما اتصلوا فيها مقربين من الشحرورة أو مقربين من الدكتور صباح تحديدا اتصلوا بالكنسولية اللبنانية بالولايات المتحدة قالت لهم كمان بما أنه هي تحمل الباسبور الأمريكي فالأمريكا أولى بأنه تفتش عليها فإن شاء الله يخبروا لماذا رجعت هوايضا للمخدرات أنا ما عندي تفاصيل عن المخدرات وما عندي تفاصيل أنا بعرف أنه بشهر قبل ماضي كانت بحالة يرسلها مثل معرفة على سعيد ما السبب؟ ما عرفت معرفة تحديدا بس وصفولي من خلال شكلها ومن خلال نفسيتها المحطمة ومن بعد هذه القصة يعني المصدر اللي خبرنا شافها بعتقد أربع أو خمس أيام واختفت من بعدها ربيع أنا بحب دايما أقرأ الكومنتز تعقول للعالم لأنه دايما بالكومنتز بده يطلع حدا مقرب أو بيعرف شي عن الشخص وطلع لي كومنتز جدا سلبي ما بعرف إذا أريته أو إذا توقفت عنه عنده محاوله يعني على الهوة لأنه ما بنعرف حقيقته ولكن بتتوقع شي سلبي أو ممنح بحسب جانو بحسب جانو يعني هي بتتصل كانت معنا أكتر هي قالت لي سيدتي أنه أتوقع أنه أتوقع الأسوأ ما الأسوأ؟ ما الأسوأ؟ بس يعني هذا أسوأ من أنه الإنسان تنتهي حياته بهذه الطريقة إن شاء الله لا كيف تشجع دكتور صباح؟ هي مننا لوحدة أصلا سلطات الأمريكية بعد شهر بتتدخل بس إلى ستة شهر؟ بس مننا لوحدة بيعطوا تسعة شهر بيعطوا تقريبا تسعة شهر يدخلوا بيعطوا تقرير نهائي يعني بعد عنا تلتة شهر تقريبا أقل أقل شوي أقل شوي بتوقع الأسوأ؟ إن شاء الله لا لأنه دعانا هويدة بيلبق له الحياة شكرا مرسي لكم مرسي للا إعارتيا ومرسي لك ومرسي لأمونا مرسي لك ربيع وإن شاء الله الـ iscoper المقبل بيكون مفرح هو خبر جيد إن كان عن هويدة منسي ابنة الشحرورة صباح أو أي سكوب آخر. شكرا لحضورك ربيع.